معدنا الأسبوع المنير والمستنير مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن لجامعة الأزهر فقهنا المفضل منورنا بارك الله فيكم ومتابعينا ومشاهدين الكرام والشكر موصول لبرنامج التاسعة مساء التاسعة مساء مولانا احنا كمجرة العادة بيبقى في عندنا كده تقرير أسئلة المواطنين وأهلين لمولانا الشيخ أحمد كريمة نشوفه ونشوف الأسئلة إيه وبعدين نرجع ونتكلم برضو على مولة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كل سنة وحدك طيبة أبطل الصلاة والسلام والإنسانية كلها بخير وسلام اللهم أمين نشوف جماعة التقرير والأسئلة ونرجع لكمل الكلام في واحدة ست زوجها متوفية أريد وهي المفروض في فترة العدة لكن هي مقيمة هنا في القاهرة وابنها ليها شقة في اسكندرية ابنها مقيم فيها متزوج مقيم فيها يحل ليها أو يجوز أنها يتسيب شقة هنا وتقعد معها في اسكندرية وهي فترة العدة قبل ما لسه بعلها الجزء شهر بس ميت عايز أسأل على الصلاة المنقضية أنا مثلا بتديت صلي عشرين سنة الصلاة المنقضية دي المفروض أن أنا بجاوب عليه يعني أن أنا بيواجب عليه أن أنا أصلي ما يعادل الصلاوات دي كلها ولا كده بتسكت لحد ما أنا بتديت أن أنا أصلي أنا بأمر زوجتي بالصلاة فالأمر هل في الحالة دي هيبقى كده أمر أن أنا أمرها ولا لازم يبقى ربنا اللي يهديها للشيء لربنا سبحانه وتعالي قال لك نعم أتهدي من أحب الله يهدي من يشاء فأنا كل ما هديها للصلاة وأمرها للصلاة شوية تصلي وشوية تقطع أنا شغل في مكان أنا دلوقتي بطبخ وكده اللي هو مطبخ ففي مكان في المكان اللي أنا شغل في ببعض مرشوبات كحلية وكده فالبقى الفلوس اللي أنا بقى بقى دي فالبقى دي فالبقى نسبة حرام ولا ولا عادي ولا إيه هي سر رقم سبعة سبع سماوات سبع أرض سبع عجاب سبع يظلوهم من المولة سبحانه وتعالى يوم ما لا ظل إلا ظل فأنا عايز أعرف سر رقم سبع ده بس يعني الدلالة بتاعته قوية فهو راجل عالم يفيدنا هو أكتر كل ما عمل حاجة يعني باخد خطوة برجع تاني بصاب بصاب أنت أنا كده إيه مصاب مثلا محسود بتاعه ولا لأ أعرف نفسي إزاي أنا محسود ولا لأ متى يعتد الرجل إن الراجل ليه عدة بس في أي حالة أو في أي حالة يعني ده سؤال مهم